وفي سياق ذاته طالب عدد من الحقوقيين الأردنيين بالإفراج عن الطفل الأسير أحمد مناصرة المعتقل لدى الاحتلال منذ منتصف تشرين الأول الماضي على خلفية اعتداءات أو ادعاءات بمحاولة تنفيذه عملية طعن لمستوطن في القدس المحتلة النشطاء كانوا قد أعلنوا تضامنهم مع الطفل الأسير مناصرة خلال اعتصامهم أمام منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف في عمان حيث حمل المشاركون شعارات تندد بالصمت الدولي تجاه الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وخاصة الأطفال نحن يا أحمد متذكرينك ومش رح ننساك القيام بالمهام اليونسيف اللي لحديث اليوم ما طلعت لو له تصريح واحد التشاق قضية أحمد مناصرة خصوصا قضية أطفال فلسطيني اللي كل يوم بتعرضوا الأسر والتعذيب والتنكيد فيهم من غير ما حدا يعرف فيهم ما عم نسمع أي تصريح رسمي أي بيان رسمي بخصوص هذا الموضوع فإحنا قدمنا لهم اليوم رسالة لنطالبهم أنهم يقوموا بدورهم المفروض عندهم الاتفاقيات حقوق الطفل وهذه الأشياء كلها المفروض يقوموا بدورهم اتجاه أطفال فلسطين ليش عم بيغمضوا عنايهم عن الاشي اللي بصير لي ما عم بيحكوا ولا اشي ولا عم بيعملوا اشي